موسيقى موسيقى النهاردة عامنا مشروع 3D عايز اعبر فيها عن ازاي اباين مش كل الفنانين عايز اغير فكر الفنانين لحاجة مختلفة ان كلنا بنقدر نعبر عن الفن بالرسم والالوان وكده لا فيه تقنيات كتير وفيه خمات كتير اقدر اباين فيها قيمة وصراء العمل الفني بخمات مختلفة زي اشرة الخشب المعرض دايما كنا حرسين ان يبقى فيه شوية من التنوع يعني اشتغلنا فيه حاجات خشب فيه حاجات سلك معداني فيه شغل ازياء فيه طبعا المدارس الفنانية المختلفة بالنسبة اللوحات اللي موجودة احنا من اهم هداف المعرض ان احنا حرسين ان احنا ندي فرصة كبيرة للشباب اول مشاركة لايه في المعرض بفاستين جديدة وتصميمات جديدة مستلهمة من الهالوين ستايل هي الفكرة كلها اللي انا كنت عايزة يعني اعمل اسبوته على سن معين اللي هو سن المراهقة من 15-19 سنة مثلا فهو تسموك كلها من كده هي كلها رسمة عن قماش بخمتين مختلفين للجلد والجند بجدد الترحيب بحضراتكو بجدد ترحيبي ايضا بضفتي ايمان ممتاز استشاري الصحة النفسية اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك طبعا سمعت في المقدوم اتبعنا من الاول سمعت تقديمة الحلقة في الجاية ايه الموضوع احنا بتكلم عن اهم يعني زاهرة نقدر نقول عليها زاهرة مبدئين زاهرة اختراق خصوصيات الاخرين ايا زاهرة خاصة اللي زودها الفترة دي السوشال ميديا والابلكيشنز الكتير اللي في ناس كتير بتستخدمها بدون وعي وخاصة للاطفال يعني اطفال ومراهقين مش عارفين اصلا ايه خصوصيات واحترام خصوصيات الاخر فده زود شوية الموضوع ده زي طبعا في الحياة كلها أطفال ومراهقين بتقولي خصوصا أطفال ومراهقين طبعا ده مجالك وحضرتك قادرة إيه الفئة العمرية لأكتر يعني عدم احترام لخصوصية الآخرين المراهقين هي الفئة في الفيديوية الأطفال أستعملوها بدون وعي يعني مش عن قصد لكن اللي احنا بنشوفه دلوقتي يعني تنمر بتدخل في شؤون غيري بصورة غير طبيعية بتتعدى كل حدود اللياقة والأدب احنا مفروض من نتربى أو عندنا أدنى السلوكيات يعني والأداء في التعامل فخلينا طيب لو ممكن ان احنا ندي توصيف الخصوصية للمراهقين الحضرين بتقولي مش عندهم حتى مش مقتنعين بالمفهوم ده بالضبط احنا قلنا يعني بطريقة كده مبسطة يعني خصوصية هي الفريم أو الإطار اللي انا حطان نفسي ان انا حط فيه معلومات أو حاجات خاصة بي داخلية انا مش عايزة الطرف الآخر ان هو يعرفه ان انا بقى اقتحم الخصوصية دي بان الدايرة بتاعة المكان اللي انا قاعدة فيه ومش عايزك يتنتهكي انت بتصري بكل الطرق يكون عندك من الفضول ان انت تنتهكي هذه الخصوصية لو الشخص ضعيف الشخصية شوية ممكن يسمح للناس ان هي تبدأ تتدخل في خصوصياته وبيبدأ بعد كده بيأثر بالسلب جدا جدا على حياته في شخصيات هشة يعني اول نقول شخصيات يعني طيبة القلب لما بتسمع انتقاد دي احنا مش هنتكلم بقى على الموضوع بصفة كبيرة لسه وتأثيره على المجتمع دي انا هتكلم حضرتك على الانتقادات اللي بتبقى احيانا على السوشيال ميديا على الشكل على المظهر على اي حاجة على تصرف شخصي انا بعمله حتى لو هو مش عاجبك انت بتتأثر نفسين جدا 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 ده اختراق للخصوصية يعني لو حد نزل صورة لي مثلا او لو قلنا انت سمحتي لنفسك تصوري حد في وضع وهو مش مستعد او حتى ما استأذنتيش ان انا ممكن اصورك في الوضع ده واستخدم الصور دي خاصة زي بعض هنقول بعض مش كل الصحفيين ممكن ان انا عشان اعمل خبر معين واجذب الكراء فاصور مثلا حد من المشاهير في وضع مش لائق وانزل ابدأ انزل الصور بتاعته فبالتالي انا اختراقت الخصوصية انا لسه اذنت الاول ولا شفت هل مسموح لي ان انا انزل الصورة دي ولا لا فبالتالي بيحصل اختراق ويحصل ايهانات كتيرة كمان في الكومنتز اللي بتبقى موجودة على السوشيال ميديا بالضبط كده اصبحت ايهانات يطلق عليها ايهانات طيب حضرتك بتقولي شخصيات عامة بيتم اختراق طب لا ده حتى الشخصيات العادية حضرتك يعني يمكن الشخصيات العامة هي متعودة الشخصيات حتى اللي هي عادية لا شخصية عامة ولا من المشاهير لا بيتم اختراق ده احيانا على اللون بالتريقة على رفيع او ممتلق على اطفال بالضبط والاطفال تخيللي تأثير ده عليهم ايه هي انتي محتاجة برضو ان انت ازاي تحددي علاقاتك مع الناس ازاي لو قلنا ان العلاقات دي دوائر واننا مثلا دايرة الاصدقاء غير دايرة الاهل غير الزوب والاولاد غير زملاء العمل انا اللي بحدد الدايرة انتي تعرفي ايه وما تعرفيش ايه تمام لو انا فضلت عامل الحدود دي وانا اللي بنفسي قلتلك اوكي انتي ممكن تختارك الجزئية دي ممكن مثلا صديقة قريبة منك بس انتي شايفة ان هي لما تبدأ تعرف خصيات حياتك او تتدخل في حياتك بشكل سافر فانتي هي بتديكي مع علمات غلط او ممكن هي انتي مش واثقة فيها كفاية ان هي ممكن تديكي حل في مشكلة ما يبقى الافضل خليها في دايرة الاصدقاء تمام كل دايرة من الدوائر انا اللي بحكمها لو انا بقى سبت الدنيا دخلت الدوائر في بعضها او دخلت الدوائر في بعضها انا اول واحدة هخصر لان انا هسمح لاي حد يتدخل في حياتي حياتي زي برضو لو انا هنشر حياتي على سوشال ميديا او من زملاء العمل تمام كل الناس عارفت عني كل حاجة فبالتالي انا ديتهم الحق انه هم لا انت اتدخل انت ابدأ اقول ابدي رأيك انا المفروض البداية تبدأ من عندي انا اللي احدد انا اللي يكون عندي الشخصية اني احدد بس مش اي حد عنده الشخصية دي ليه بقى يعني نساء وبنات كتير تربوا ان هم متعودين من صغرهم ان فيش عباس ماه خصوصية اصلا وانه تفاصيل حياتهم كلها تبقى لكن احنا بنقول على ذكر بقى الاهل احنا بنقول ان من جوه بيتنا بنبدأ نعلم ولادنا يعني ايه اراعي خصوصية الاخرين يعني ايه بقى فيه الحدود المسموحة اللي ما تلغيش متابعة الاهل خصوصا في السن لما بيكبروا شوية ايه في حاجة اسمعها مثلا حديلك مثال بسيط لو كل واحد ليه قوضة لو ايه في حاجة اسمعها اخبط على القوضة بالضبط فيش حاجة اسمعها انا سعيدة ان حضرتك قلت عايزتي لديني امثلة وعايزتي تقوليلي البيت مهم ما قد ايه والخصوصية بتبدأ من جوه البيت ده الخصوصية بتبدأ من وفيه بيبي في البيت مش هقولك كمان لسن كبير قد ايه ان انا لو علمت اولادي ان انا مفوض اخبط قبل ما ادخل حتى لو انا سامع صوت ماما في القوضة جوه وماما مش قادة ان هي تتقبني دلواتي او بتعمل حاجة همشي قد ايه ان مهم ان انا اتصلت بواحد صاحبي مرة خلاص ما تتصلش بي تاني ده ساعات الامهات هي اللي تقوله ايه طب خليك وراه كده يمكن نايم انتب شوفه مثلا هينزل معيك ولا مش هينزل ده يعني اختراق الخصوصية ان ممكن ولد مثلا متعود على ابن الجران فينزل لعب معه كورا فينزل يخبط عليه لا فيه اداب استئزان ففين ماما اللي بتوعي في البيت ان حبيبي احنا بنستأذن ونشوف هل مناسب ليهم ولا مش مناسب حتى مكالمة التليفون او الناس اللي بتجري واربعا في الابليكيشن زي انت مثلا على ابليكيشن معينة ما رضيتيش يلاقيك اونلاين في ابليكيشن تاني فيبدأ يلومك لو انت ما وقفتيش وعملتي حدود هيبدأ كل مرة عن مرة تلاقي فيه انتهاك للخصوصية بتاعتك وانت مش قادرة ان انت يتدفي عن نفسك فده البداية الاساسية لازم تكون فيه من البيت من النش والمدرسة والمدرسة وان ما فيش حاجة اسمها ايه رأيك في الخصوصية يعني ان ام تمسك موبايل بنتها مرفوض تماما او ابنها بدون اذنه هل ده مرفوض ولا ده يعتبر لا ده من ضمن حدودي انا في التربية يعني في اهالي كده اقولك مراحلة طفولة الاولى الطفل مبقاش عنده مشكلة قوي ان ماما تتفرج بس لازم علمه برضو ان ده خصوصية ونفس الفكرة في الموبايل بتاعي ساعات موبايل الام ده بيبقى مستباح الطفل بيدخل بيوعد عليه قولي عادي مامي من دياني الموبايل مثلا او بابي من ديولي يقلعب بي لازم تبقى معرفه ان حتى لو انت عارف الباسورد بتاعي لازم تيجي تستأذيني وانا اسمح لك بدا تمام او ان انا واحد صاحبي قاعد مثلا بيلعب جيم مبقاش انا قاعد وقعد ابوص بترفعيني او الزوجة قاعدة جنب زوجها وقعدة ابوص بترفعينيها ده العادي حضرين بتتكلمي ده اختراق من الخصوصية برضو فيه حاجة اسمها خصوصية عندنا في مجتمعنا بين الزوج والزوجة يعني هل الزوج من حقه يمسك موبايل مثلا احنا نبدي امثلة لكن الخصوصية احنا نتكلم عنها العريض لان احنا نتكلم عن الخصوصية ليه يا جماعة مش بس عشان اعيش حياة صحية بعيدا عن نظرات وانتقادات الاخرين اعيش حياة هدئة لا احنا نتكلم عن الخصوصية لان لو ولادنا تعلموها حلاقي زواهر اجتماعية سلبية كتير اختفت طبعا اولها اتحرش هل في خصوصية بين الزوج والزوجة في بوسي يمكن دايرة الزوج والزوجة اصغر دايرة اله انت بتقولي كل حاجة وبيقول كل حاجة بس هو اللي يقول وانت اللي تقولي في مساحة دايما بحبها تكون مساحة شخصية تمام وفجأة ان اتجسس او امسك موبايل جوزي او هو يمسك موبايل مراته طب انت كده فقطه الثقة طب لو ما فيش ثقة دي فيه مشكلة يبقى فيه خلل في العلاقة كلها ككل لكن انا مديك الحرية وانت كمان مدياني الحرية في ان احنا نحكي لبعض كل حاجة بس ممكن فيه جوزء صغير مثلا مشكلة مع واحدة صاحبتي او انا فتفطت بحاجة معينة لو انا مراتي سمعتها مني انتقاد معينة هتدي لكن ممكن الموضوع يعدي فيه الفكرة ان انا لما باقتحم او بتجسس ممكن اشوف حاجة هتسبب لي مش هتعجبني وحسبب لي مشكلة قلم كبير جدا لو انا كبت وكمان مشاكل اكبر لو انا بدأت اقوله انت ازاي مسلا عامل ده على الموبايل او انت ده رأيك فيه فالافضل حتى لو فيه مساحات مفتوحة والعلاقات مفتوحة بين الزوج والزوجة لانهما قارب اتنين لبعض بس المساحة بتاعت الخصوصية ما يكون اتنين عندهم ثقافة ولاعي انا المساحة دي هسيبها قد ايه هيفرق جدا جدا فعلاقاتهم هيبقوا اصدقاء كمان لو انا تربيت وربيت ولادي ان مثلا مش بس فكرة الموبايل مش بس فكرة ان انا استأذن قبل الدخول استأذن قبل ما اروح ازور حد مش اكلمه كذا مرة في التليفون ده بتحصل من الكبار فألاقيه افتح الباب الاقيه في وشي في حدود حتى لو انا بتكلم في دارة الاقارب كمان حتى لو انت رايح ازور والدك ووزيتك في خصوصية بين الاصدقاء في بين الاقارب اللي خلانا نقول ان في بين الازواج فاكيد خصوصية موجودة على كل المستويات هي ممكن اصلا صديقتك تبقى موجودة في البيت بس هي مش قادرة تستقبلك لأي وضع ما هي موجودة فيه فبلاش ان انا اقحم نفسي حتى لو حد مريض لازم استأذن طب انت مناسب ليك ان انا اجي ازورك ولا نأجل الزيارة مثلا مع ان دواجب يعني بعد العزاء بعد وفاة احد الاشخاص ممكن يبقى العزة موجودة في مكان ولا ما قدرتش اروح ما ينفرش ان اقتحم الناس اقول لأ ما هو عزة 3 ايام فالناس فاتحبت لا الناس مش فاتحبت فده لما نعرفوا لولدنا ونبقى احنا القدوة الحسنة ليهم هم هيكتسبوا ده فبالتالي الجيل الجديد كله هل في مساحات بيني وبين الناس اللي قدامي ولا الحياة كلها مفتوحة على بعض على فكرة المسافات كمان مهم يعني ما ينفعش مساحة اقرب قوي من حد على فكرة على مستوى لو بكلم اتنين سيدات رجل وامرأة لازم يبقى فيه حدود ما هو فيه كمان نوع من الخصوصية الجسدية حتى لو امرأة وامرأة فيه ناس ما بتحبش حد يلتصج بيها التصاق جامد تديها حريتها تديها المساحة بتاعتها حتى لو حديث بين اتنين ممكن حد تالتي بقعد معنا ملوش علاقة بينا وسمع كلمة فتروح دخل معنا في الحديث وهو ده برضو اختلاق للخصوصية فيه اتنين قاعدين بيتكلموا حتى لو التالتة دي صديقة لينا بس احنا ما اشركناكيش في الحديث معنا فلازم برضو تستأذني وتشوفي انا متقبلة ان انت تدخلي معايا في هذا الموضوع ولا ايه طيب ايه الزواهر الاجتماعية انا قلت منها التحرش عشان يعني ندي للموضوع بعض اخر بقى غير المراهقين والبيت والاسرة والمدرسة اللي عليها عامل كبير لا الزواهر الاجتماعية السلبية اللي هتختفي لو انا عرفت يعني ايه احترم الاخرين لو احنا على فكرة احنا كان عندنا المفاهيم الاخلاقية دي صغتت منها ولا ايه يا دكتور يا ما الصغتت منها هو خلينا احنا اتفتحنا على عوالم كتير جدا ومش كل الاهالي عارف اولادها مثلا بيتفرجوا على ايه وبيعملوا ايه وممكن يكون فيه شيء غلط احنا تربينا عليه ممكن الاهل حاليا ممكن تكون الامش مركزة او مثلا ان انا باخترق خصوصية حد فزي ما قلنا بداية من التربية وان انا بقى عارفة القواعد بتاعتي ما هي كلها معلومات انا عرفت المعلومة خلاص الولد هيبدأ يتجنب ده انا نفسي عرفت ان الشخص اللي قدامي ليه خصوصية ومساحة معينة ما ينفعش ان انا اخترقه طب لو احنا قلنا مثلا ان انت تخترق خصوصية حد ده ممكن يحصل ايه ايه بيبقى فيه اسرار وفيه حاجات انت مفهوم ما تطلعيش عليها فانت غصبا عنك ممكن تقوليها لحد تاني فبالما الكلمة تبدأ تتحرك بين الناس تبقى إشعات وحاجات مغلوطة ساعات فيه ناس بتستغل ده لو انت عايزة مثلا غيرة في العمل فحد عايز مثلا يعني يقول مثلا كلام مش مظبوط على الشخصية التانية هي مثلا عالية عليها في الشغل او واتفر يعني فتبدأ تقول كلمة صح اللي هي عرفها وتكمل سيناريو غالب طبعا الكلام بيتنقل كل واحدة يزود كلمة فنبدأ خاصة لو الشخصية دي شخصية ضعيفة ما بتعرشن هي تدافع عن نفسها او تدخل في هذه المهاطرات فممكن الناس كتير تصدق فاقته عامل خصوصية وان انا قدي اعرف معلومات انا مايحقليش ان انا عرفها ده بيسبب مشكلة في الاسئلة الاسئلة اسأل ايه وما اسألش ايه يعني حتى بين الامة مثلا وبنتها لو بنتها كبروا وبيشتغلوا خلاص هل انا من حقيقة بتقب بادي كام جالك شغلي زيادة ايه مش عارفة في اسئلة برضو لازم نتعود ونعرف انها ما ينفعش تسأل حتى بين الاثنين اصدقاء او او اخوات يعني ايه المغزى من سؤالي يعني انا مثلا سألت حضريك انت بتقب بادي كام انا ايه المنافع لا مثال لا مثال لأسئلة يعني من الخصوصية حتى في ان انا امتى اسأل وامتى مسألش طب في اسئلة ما ينفعش زي مثلا هقولك المثال بتاع مثلا اتنين ابنت لسه ماتجوزتش هاي حبيبتي مش هنفرح بيكي اتجوزت هاي حبيبتي ايه انا فيش حاجة جايه في السكة طب دخلتوا ابنكو ما دخلت ايه 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 ده جوزك بيه بادي كام يعني هل ده انا بطمئن على البنوتة ولا ان انا عندي مشكلة فضولي ده عشان اعرف ايه في حاجات كمان بتبقى اقدر اقول بتحملي ضغينة او حجد للشخص اللي قدامك او بتبقي شايفة صورة من بره صورة جميلة فانسي متخدر ان الشخص عايش حياة سعيدة فبتبقي عايزة تختارك الخصوصية عشان اعرف هل هو من جوه زي بره ايه فيمتي اقصد ايه لكن فيها سئلة ما ينفعش انها تتسئل ده احيانا ان الخصوصية دي بتنتهك من الموظفين في عالم الموظفين من الرئيس الرئيس القائد بالضبط للموظفين بيبقى فيه تدخل زايد وهنا الموظف بيبقى بالضبط لازم يرد ما هو انا قلت من الاول ان انت لو انت نفسك احترمت حدودك وما سمحتيش لحد ان هو يخترقها محدش هيقدر ايه لكن لو كنت شخصية ضعيفة وخلي بالك الشخص الفضولي او مخترق للخصوصية هو هو هتلاقييني الشخص المتنمر هما بيختاروا الضحية الاضع ايوة انا عايزة توصيف نفسي اللي هذا الشخص مش الفضولي بس المؤذي اللي بيأذي بقراءه يعني بتخلينا في حالة اندهاش في بعض الاحيان هو المغزي وده بيولد على فكرة ايه مرتوط بايه الظاهر العنف اللي بقت موجودة طبعا المختلفة سواء جواء الاسرة او على مصاوى المجتمع كلها دايرة العوالم المفتوحة دي او لو قلنا حتى السوشال ميديا حاليا بقت الحياة كلها بينا وانا نفسي ما بحتملشه خصوصياتي يعني انا منزل مثلا صوري وانا مسافرة مثلا رحلة بره تمام طب انا سمحت للناس مش فيه كومنت انا سمحت لهم يخترقوا هذه الخصوصية فانا استحمل فيه اراء ناس هتعجبني وفيه اراء ناس مش هتعجبني انا من الاول انا لو عملت الدايرة بتاعتي هبقى عارفة ان هنزل صورة ايه او هقول خبر عن نفسي لا وبقيت حتى عن الصور والسوشال ميديا انا بتكلم علي بقى تأثير ده كزواهر اجتماعية سلبية بقت موجودة وبقينا نقول يا جماعة هي كانت موجودة طول عمرنا كده ولا بقت موجودة جديد يعني ولا السوشال ميديا بقيت ظهر علينا ونزود بس شوية لكن خلينا نقول ان هي موجودة يعني برضو لو هنقول مثلا من الزواهر بيت العيلة بيت العيلة صح اللي هو كل واحد البيت بتاعه الباب مقفول ونتجمع في الاوقات المتاحة مش معنا بيت العيلة الواحد بيسمع حاجات كتير مثلا ان اخت الزوج ما سمعها مفتاح الشق فتطلع تيجي الزوجة تقوم منهم تلاقي الحمى او مثلا اخت جوزة موجودة معندنا احنا بقى ثقافة الحمى والام وانحنا نقولهم لا دي حاجة شخصية ما عليش هايزعله بس انت هيزعله هيعتبروكي كده يعني اختار الاسطوب يعني اختار الاسطوب يعني حتى هو ما ينفعش ان انا ده بيتي الخاص بيا اللي انا قاعدة فيه اريحية قاعدة بيتي في ايه اكتر من بيتي مريح فكرة ان انا ممكن اي حد يطلع يختارك الخصية بتاعتي لا فمن الافضل حتى لو هيبقى فيه جواز في بيت عيلة يتحط بس المبادئ الاساسية بين الزوج والزوجة عشان تستقيم الحياة بينهم بعد كده ما بقاش فيها مشاكل زمان زمان نرجع لزمان نرجع لأخلاقيات زمان يا ريد كان فيه حاجة اسمها حرمة يعني الاخرين ايه كان حرم كده ما نقتربش منها حرمة او حرمة البيت بيتي مقفولة على الناس هو ده بس يختصر كل حاجة بزداد ويقضي على ظاهر سلبية كتير جدا بشكر حضرتك دكتور ايمان ممتاز شكرا لكي استشاري الصحة النفسية